أسعد الأوقاتكم عزاء المشاهدين لجواء اليوم مستقرة مع استمرار الهوى الشمالي غربي إلى متقلب الاتجاه من حين إلى آخر خفيف إلى معتدل السرعة التراوح سرعتها بوجع ما بين العشرة إلى الخمسة وثلاثين كيلو متر في الساعة أجواء مشمسة سما صافية خالية من السحب أيضا أجواء تميل إلى البرودة نوعا ما ومناسبة جدا لممارسة الأنشطة الخارجية متوقع أن الهوى الشمالي الغربي الخفيف رح يستمر معانا اليوم مباشر وحتى منتصف يوم الأثنين ومن بعدها رح تبدي أيضا تتكاثر السحب تدريجيا وعودة لفرص الأمطار لقد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق رح تكون ملحوظة أكثر من مساء يوم الأثنين ورح أيضا تستمر معانا حتى يوم الثلاثة لجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء مشمسة مع هوا شمالي غربي سرعتها الحالية 10 كيلو متر في الساعة درجة الحرارة الحالية 22 درجة مئوية رطوبة نسبية 69% أما الرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز العشرة كيلو متر صور الأقمار الصناعية خلال الـ 24 ساعة الماضية تبين لنا أن استمى صافية على دولة الكويت وكذلك على أغلب المناطق الشمالية من شبه الجزيرة العربية الأجواء الصافية رح تستمر معانا لعدة أيام نلاحظ استمى صافية على دولة الكويت وكذلك على بعض الأجزاء الشمالية من المملكة العربية السعودية رح تستمر معانا اليوم وباشر الأحد وحتى منتصف يوم الأثنين ومن بعدها رح تبدي تتكاثر السحب تدريجيا رح تكون ملحوظة أكثر في بداية الحالة على المناطق الشمالية من دولة الكويت الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء معتدلة تميل إلى البرودة باردة نسبيا درجات الحرارة المتوقعة في منتصف هذه الليلة 16 إلى 19 درجة مئوية على المناطق البرية وحول هذه المعدلات على أغلب الجزر الشمالية وكذلك الجنوبية الهوى شمالي غربي خفيف لمعتدل السرعة تصل سرعتها بوجعام إلى 38 كم في الساعة أجواء لطيفة مناسبة لممارسة الأنشطة الخارجية من ركوب درجات وكذلك محبين هواية المشي مع دخول ساعات صباح الأولى من يوم الغد متوقعة تكون الأجواء باردة نسبيا متوقعة تصل درجات الحرارة الصغرى في مدينة الكويت إلى 17 درجة مئوية ومثلها في مطار الكويت الدولي أما على المناطق الغربية متوقعة تصل ما بين 14 إلى 15 درجة مئوية في ساعات صباح الأولى من يوم الغد الأجواء متوقعة تميل إلى البرودة ودرجات الحرارة الصغرى المحسوسة متوقعة أن تكون أقل من هذه المعدلات متوقعة تصل ما بين 12 إلى 13 درجة مئوية لذلك ما نوصيكم على اليهال باشر حق المدارس حاولوا شوي يتثقلون عليهم باللبس الأجواء أيضا متوقعة في منتصف يوم الغد أجواء معتدلة تميل إلى البرودة الهوى شمالي غربي مستمر معنا خفيفة لمعتدلة السرعة وقد ينشط من حين إلى آخر وتصل سرعتها بوجعام إلى الأربعين كيلو متر في الساعة أجواء أيضا راح تكون مناسبة لممارسة الأنشطة الخارجية أجواء لطيفة بوجعام البحر في يوم الغد راح يكون خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا خاصة مع نشاط الرياح اللي متوقع من حين إلى آخر تصل سرعتها إلى أربعين كيلو متر في الساعة السماء صافية في يوم الغد خالية من السعب ورح تستمر هذه الأجواء حتى مساء يوم الغد أيضا مع الهوى الشمالي الغربي اللي خفيفة معتدل السرعة وقد ينشط من حين إلى آخر نشاط بوجعام راح يكون ملحوظ أكثر على المناطق الساحلية وداخل البحر في يوم أو في مساء يوم الغد أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة في مئساء يوم الغد راح تنخفض تصل في مدينة الكويت إلى 15 درجة مئوية ومثلها على المناطق الغربية وكذلك المناطق الشمالية من البلاد متوقع تصل فيها ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية البحر خلال 24 ساعة القادمة راح يكون معتدل الموج يعلو أحيانا خاصة مع نشاط الرياح الشمالية الغربية المتوقع تصل سرعتها بوجعام من حين إلى آخر إلى 40 كم في الساعة ارتفاع الموج راح يصل ما بين 2 إلى 6 أقدام ولازلنا في فترات الفساد التي تكون فيها تيارات الماء ضعيفة المواقع تبدن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت موعد أذان الفير الساعة 4.51 شروق الشمس الساعة 6.13 دقيقة أما موعد أذان المغرب الساعة 4.52 دقيقة الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الخمس أيام المقبلة باتشر راح يستمر معنا الهوى شمالي غربي خفيف لمعتدل السرعة ينشط من حين إلى آخر وقد تصل سرعتها في بعض المناطق خاصة ساحلية وداخل البحر إلى 40 كم في الساعة بوجعام أجواء مشمسة السماء صافية خالية من السحب العظمى المتوقعة 24 25 عفوا والصغرى 17 درجة مئوية أيضا راح يستمر معنا الهوى شمالي الغربي خفيف السرعة في يوم الأثنين لكن مع نهاية اليوم راح تبدي تتكاثر السحب تدريجيا راح تكون ملحوظة أكثر على المناطق الشمالية من البلاد وكذلك الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 23 وصغرى 17 درجة مئوية عودة للأجواء الغائمة والممطرة في يوم الثلاثة الأجواء راح تكون غائمة جزئيا وفرص لأمطار قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق راح نوافقكم في تفاصيل أكثر عنها خلال النشرات القادمة العظمى 23 وصغرى 17 درجة مئوية الهوى الشمالي الغربي خفيف لم تدل السرعة مستمر معانا تصو سرعته في يوم الأربعة ما بين العشرة إلى الأربعين كيلومتر في الساعة أما في يوم الخميس ما بين العشرة إلى العشرين كيلومتر في الساعة أجواء أيضا مشمسة معظم الوقت ورح تظهر بعض السحب المتفرقة على بعض المناطق العظمى 23 وصغرى ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية أعزاء المشاهدين كان من المفترض أن نبدأ في موسم التقييم في يوم الغد لكن تم تأجيل حتى إشعار آخر طلع هذا القرار من بلدية الكويت بناء على تعليمات من مركز الدفاع المدني لذلك نتمنى منكم أن تلتزمون بهذه التعليمات لسلامتكم تنتهي جولتنا الجوية لكن بعد هذه الجولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم المدن حول العالم